مساء الخير على خط بيروت نيويورك تتوزع المتابعة لشأن اللبناني في نيويورك موقف أمريكي داعم للحوار أكدت عليه نائبة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند التي دعت الأطراف اللبنانية إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية مشددة على أن واشنطن تدعم أي حوار لبناني لبناني في هذا الصدد وفي بيروت كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيدعو إلى الحوار في أوائل تشرين المقبل إذا لم تحدث أي مفاجأة الأستاذ الذي سيدير الحوار ومعه نائبه إلياس بصعب شرح لمن لم يفهم بعد أنه يقصد بجلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس اعتماد سيناريو انتخاب بابا روما في أوضح من هيك؟ وفيما تتاجه الأنظار مجددا إلى نيويورك حيث من المقرر أن يجتمع ممثلوء اللجنة القماسية على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة الثلاثاء يحط مفد قطري في العاصمة اللبنانية وهو يحمل طرحا لم يتضح مضمونه أبعد من لبنان وبالحديث عن حركة الطيران الناشطة حطت طائرة قطرية في إيران لنقل السجناء الأمريكيين المشمولين في صفقة التبادل التي ترعاها الدوحة التي أبلغت طهران وواشنطن بأن ستة مليارات دولار من الأرصد الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تم تحويلها إلى حسابات مصرفية في قطر في أول الاتفاق الأمريكي أو في إطار الاتفاق الأمريكي الإيراني وفي المنطقة أيضا أجواء إيجابية تسود محادثات السلام بين السعودية والوفد اليمني بوساطة عمانية